كنا نحكيه مقبلة على المفاصل المعنية واشنهم المفاصل المعنية بهذا المرض التهاب اسمه بالعربية؟ التهاب المفاصل الروماتيزمية صحيح واشنهم المفاصل بعد اليدين قلت لنا اليدين واشنهم تاني المفاصل اللي كون مقلوسين بزاف بدنا باليدين نحبطوا شو بيان سيبروحنا في البوانية عدنا لديفورماشن مرفق في المرفق وعدنا ثاني لزاتين تلنسيبوهم ثاني في الرجلين وين في الرجلين؟ ام تحتيتي في القدم وكين ثاني واكتين تلنسي ان تلنسي وان ثاني نتفكيين هذا الي حبس لي فيها هادي فهمنا مليح للمرضى وش يصارهم وش يقدروا يسعوا يقدروا يحسوا دي دولار دي دولار تروشتوا حسوه صار في رغباتهم وثاني راسهم يقدر يكون هذا مصطار في الراس يقدر يكون مختلف علاشتش ركست على النقطة هادي لانه كين بزاف مرضى مثلا أنا كطبي مختص في الأمراض الغدد كان يقول لك عندي كواتر كان يروحوا عن طبيب تعل الأعصاب يقولوا بلي عندي راس يوجع كان يدووا على أساس ديميغغان كاريما شغل عندهم اسمه الصداع النسخي شقيقة شقيقة فوالا وبعدها ما يدرواش تشخيص ساحهم أذور كله كان سألهم غير شوية يقول لك بلي عندي راس يوجع وعندي دياي بسو الصبح والله في الحقيقة كان قال تسكية أرض روزيك تسكية آتان تالي سربيكال هنا يقدر يعطي لك دولار بروسي داك يقدر يكون صوداء يقدر يعطي لك شقيقة ولها مختلف بسعر الله نحن نحوص عليهم بزاف وماذا هم زعم المضاعفات بتاع هذا المرض هذا؟ المشكل المشكل اللي عنده علاقة مع المشكلة هذا بالتحديد هو إلي سيبلوكساسيون يقدر يصررل وشلل وكما كان شكاين من بريزان شارل في البداية وتشخيص المشكل يقدر يصررل وشلل مع الوقت لازم يكون بين المشكل تاعه ويقول له ماذا لازم داك داك ماذا هم المضاعفات في المفاصل لقاء هذو اللي يتقاسوا علشنا نحوص عليهم ونزروا بك المشكلة نشوفه في أغلب الوقت يعني بكري كانوا يجوزوا بزاف ما يمسيبوش ديكنوستيك تالا بير يصيبوهم انجبوهم انجبو المرضي يجووا ديراك ديراكما وفي الديفورمسيون يدديهم معاوجين يكونوا معاوجين يقدر نصيبو الاسبع تاحهم هذي يوالي انزاد نقدر نصيبو الديفورمسيون تالي دواء هذو ما يقولو انجبو انجبو سينو لا هك ديفيران سين يقدر نصيبو كو تفوان كو بيطال لا يستعملو يدوم وهذا هو المشكل واش مال عمرك يكون هذا يزعب ما هذا انجنرال يكون كان المرض عنده سينين واسنين من الى راه يتطور داك وشكل المالاذ يكون في عمره اكثر من 50 سنة اكثر من 50 سنة هو مرض اختشف بهذا هو انجنرال عنده فرشة يكون ما بين 25 سنة و 50 سنة داك دفيران بيك عنده دو بيك انجنرال عندك دوني 30 سنة عندك دوني 45 سنة ويتوش في اغلب الوط يتوش النيساء مرتكثر من رجال داك هذو كا هذو كا اذا يعني ما نديناش للعلاج نعم بس كله لازم نسيبوا تشخيص المشكل نسيبوا التشخيص يكون كي يكون مبكر بلوس يكون مبكر بلوس يقدر يكون عنده حياة طبيعية دونك نقدرو نقدرو هذلي دفورماشون نقدرو ما نوصلوش لهم اذا المريض اخذت هذو الغارض من الاكسبوزي اللي ران نديرو فيه اليوم باش ندفاده ونلحول المرحلة هذي هذي تشخيص مبكر يريقنا المشكل بسحنا ندرنا التشخيص مبكر باش ندفاده؟ كان ادوية مختلفة يتفضل دونك انجنرال عندك الادوية كي سوى سبيسيفيكة للملادي وعندك الادوية تاستر البراثيطامور المعروف كان الكودوريبران وكان بعض الادوية اخرى كان الزنتي انفلاماطور نستعملوهم وكان الزنتي انفلاماطور ستيرويدين انوستيرويدين دونك الكورتزان ولمستخلصات الكورتزان وكان ادوية اخرى ادوية مارس وكان ادوية مارس صحيح صحيح